بس أنا برضو هارجع تاني للقاء والغالب كان على اللقاء الكلام العام ايوه صحيح؟ فعلا لم تتطرقوا للكلام مثلا عن حدث المينيا سيدة المينيا او الأحداث التي كانت في المينيا في الوقت ده كانت هي الأساس في البلد كله وكان فيه لحد ما حالة غضب داخل الأقباط مظبوط وحتى كان معالا يفتل أمبا مكاريوس صحيح والرئيس تنبه فعلا أن نيفتل أمبا مكاريوس من المينيا هل كان في عبارة معينة موجهة لنيافتل أمبا مكاريوس؟ طبعا طبعا أمبا مكاريوس كان متأثر طبعا بالأحداث هناك يعني أقول الله يكون في عونه يعني يا ربنا يسنده يقويه وإحنا قلوبنا معاه لكن هو من العصرة اللي هو فيها العصرة بالصاد مش بالثه يعني واضح على وشه الكلمات اللي قالها فيها حزن يعني أو فيها عتاب فالرئيس لما حقوي وحس بيها يعني حب يطمنه كل حاجة هتتصلح كانت رسائل عامة آه لم يتحدث موضوع بالشكل ولا جه نحية اسم المن يا حد كله قال كله هتصلح وإنتوا هتشوفوا النتيجة وإحنا هنطمنكم وإطمئنهم لدرجة من كتر ما حسيت أنه هو الآن على مصر وفي نفس الوقت عاوز يطمنه فجت في الآخر وقلت له يعني ربنا يطمنك على مصر عشان تطمنك وربنا يطمن عليك ربنا يطمن على مصر وربنا يطمن عليك لأن إحنا محتاجينه محتاجينه قوي لأنه هو الحقيقة يعني رسالة من السماء أو ربنا بعتهن هدية من السماء يعني هو شخصية فريدة الحقيقة في نوحة يعني شخصية مصرية أصيلة وبيحب كل المصريين وملوش في التفرقة خالص